السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصبوطة جدا وهيعجبك طعمه ان شاء الله كمان هحسب السعرات معاكم وهقولكم انا طلعت من الكمية دي كم واحدة بيجفور والبيجفورة كم سعر بالزبط طبعا المكونات كلها سهلة وبسيطة جدا وهتبقى متوفرة عندك ويلا علشان تقومي تعمليه بسرعة واتفرحي دي الولايات طعمه جميل جدا احلى كمان اللي بديه ابيض معايا زيت جوز الهند زي ما قلتلكم انا مش هستخدم زبدة هستخدم زيت جوز الهند النوع ده موجود في السوبر ماركت خدت منه ميت جرام الميت جرام دول يا بنات حوالي نص كوب حوالي نص كوب هو بيبقى جاي مجمد كده انا مش هسياحه على بخار مية ولا حاجة انا هستخدمه زي ما هو كده هو بيبقى في الجو البرد اللي احنا فيه متماسك كده انا عايزة كده طيب لو هو عندك سايل ممكن لو جوه حر يعني عندك تحطي في التلاجة هيتماسك وتشتغلي بي فاحنا عشان في الشتاء فهو زي ما احنا شايفين القوام بتاعه متماسك ده زيت جوز الهند خدت منه ميت جرام يعني نص كوب طيب هاخد كمان عسل نحل انا مش هحلي بالسكر المرات احلي عسل نحل الخلية ده يا بنات من متابعة اسمها فاطمة معينا بتبيعه لو عاوزين وتواصلوا معاها ده مناسب للسكريين بتاع زهر نوارة البرزين خدت منه اربع معالق طبعا لو مرضى سكر هيقلله ممكن يستخدمه معلقتين بس طبعا ممكن تزوده حسب الرغبة لو مش مرضى سكر ممكن يزوده حسب الرغبة ممكن كمان نستبدله بسكر دايت زي ما تحبه يعني السكر هنا حسب الرغبة دلوقتي هضرب العسل مع زيت جوز الهند بمضرب البيض زي ما احنا شايفين كده لما يتجنسوا مع بعض بعد كده معي بطين بدرجة حرارة الغرفة انا مش هاخدهم كلهم انا هياخد صفار بيضة وبيضة كاملة يعني بيضة سليمة مع صفار بيضة طبعا بعد لما اتأكد ان الزيت امتزك كويس مع العسل بس اهم حاجة طبعا البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة هياخد دلوقتي صفار البيضة هافصل البيضة طبعا مش عاوزيه بتاع اول بيضة هياخد الصفار بس زي ما احنا شايفين كده وهاخد البيضة التانية السليمة وده بيخلي البيضة ناعم معي وما يبقاش ناشف يبقى ناعم وفي نفس الوقت تهش جدا وما يبقاش معظم هاخفق بقى البيض مع الزيت مع العسل ودلوقتي هبتدي اضيف انا بقى هستخدم ارفة مش عايزة مراجع حط فانيليا فحط ارفة وهحط كمان قهوة سريعة الزوابين فهاخد نص معلقة صغيرة ارفة وياخد نص معلقة صغيرة قهوة سريعة الزوابين وده اختياري لو مش عايزة قهوة ما تحطيش لو مش عايزة قهوة ولا ارفة ممكن تستخدمي فانيليا دلوقتي كمان هضيف ربع كوب من الكاكاو الخام طبعا الكاكاو الخام ضروري نشتريه يكون بدون سكر وانا جاي بنوع حلوة قوي من ابوعوف تقريبا الربع كيلو كان بخمسين جنيه بيجي في علبة كده خدت منه ربع كوب وهحطه دلوقتي على العسل والزيت والبيض اللي انا خفقتهم ده ربع كوب يعني حوالي معلقتين كبار كده بيبقى مظبوط جدا بس اهم حاجة تجيبوك كاو خام بدون سكر وهكمل خفق ودلوقتي معايا ربع كوب من النشا طبعا انا كل المقادير دي كتبهلكو في اخر الفيديو معايا ربع كوب من النشا ممكن تستخدمه نشا البطاطا موجود في السوبر ماركت وممكن تستخدمه نشا الدرة وربع كوب النشا ده يعني حوالي معلقتين كبار نشا ده مهم جدا انه هو بينعملي البيجي فور هخفق برضو وهحط نص معلقة صغيرة من البيكين بودر نص معلقة بس عشان يفضل محتفظ بالنقشة بتاعته من قطرش البيكين بودر عن كبه هخفق باكل المكونات ودلوقتي قبل ما احط الشوفان لازم اكون مجهزة كيس الحلواني اللي هشكل بي البيجي فور وكون فرشة صنية بورق زبدة وكون كمان مولع الفرن لان بعد ما هنحط الشوفان ما نستناش ابدا لان الشوفان بيشرب السواي فانا لو حطيت كوب بيت والشوفان ما انا مش مجهزة كل الحاجات دي العجينة هتبقى متماسكة وهنشكله طبليه بقى فانا عايزة بعد ما اضيف الشوفان واقلب تكون كل الصواني والفرن جاهز والكيس الحلواني جاهز بحيث ايه احط كوب بيت الشوفان واقلبها وعبي على طول في كيس الحلواني واشكل على طول علشان لو سبتي الشوفان بيمتص السويل ومش هيبقى بيدي فور هتشكله صبليه دلوقتي انا هضيف كل كوب بيت الشوفان وهوريكو القوام المزبوط بتاع الخليط في مرحلة الشوفان انا بقلب بالمعلقة طبعا زي ما انتو شايفين الصينية جاهزة جنبي مجهزيها طبعا القوام ده كده سايل فانا هكمل بقيت نص كوب بيت الشوفان وهوريكو القوام المزبوط القوام ده سايل مش هينفع لو عملتيه بنص كوب بيت الشوفان هيخش الفورن وهيطلع سايح فهنكمل بقيت نص كوب بيت الشوفان يبقى انا كده خدت كوب بيت الشوفان كلها يا بنات وده القوام المزبوط ودلوقتي انا حطيته في كيس الحلواني بسرعة وهبتدي ان انا اشكله انا عايزاكو تهتموا بالطريقة وبالمقادير يعني المقادير دي مزبوطة جدا جدا ما شاء الله حتى هتبقى مزبوطة لو هتستخدموا زبدة هتبقى مزبوطة لو بزيت جوس الهند وان شاء الله هيزبط معاكم من اول مرة ودعوات كل حلوة بقى طبعا استخدام دقيق الشوفان مهم جدا هنا في الوصفة دي لان الشوفان لو جبتيه وطحنتيه هيفرق فانا يعني انصح ان انت تشتري دقيق شوفان وتستخدميه على طول في الوصفة دي زي ما انتو شايفين التشكيل اهو بكل سهولة القوان بتاع العجينة مش تقيل قوي ومش خفيف قوي هو ده اللي انا عاوزيه طبعا وانت بتشتغلي جربي في اول بجي فورتين حطيهم في الصنية وسويهم ده اختبار لان الدقيق بيختلف كل الدقيق بيختلف عن التاني فانتو ممكن الدقيق بتاعك يكون عايز اكتر ممكن يكون عايز اقل فاختبري في اول بجي فورتين دخليهم الفرن لقتيه زباط كملي لقتيه ساح يبقى محتاج معلقتين دقيق كمان دي تاني صنية بشكلها طلعوا لي خمسين واحدة بجي فورة مشاء الله البيجي فورة الواحدة سبعة وعشرين صعر هقولكو دلوقتي التسوية في الفرن هتبقى على الرف اللي في النص على اعلى درجة حرارة بيعود حوالي ربع ساعة هتعرفي بقى منين ان هو استوى بما انه هو لونه غامق طبعا اما تلاقيه دلوقتي هو البيجي فور طاري زي ما احنا شايفين على ورق الزبدة وماسك في ورق الزبدة فبعد ربع ساعة هتفتحي الفرن هتحركي البيجي فورة هتلاقيها بتتشال من مكانها وهتلاقيها لونها فتاح ما بقتش غامق قوي كده تعرفي كده انه هو استوى هشكل كمان صنية تالتة بالمقدار اللي باقي معايا ما شاء الله بيعمل كتير ولو صغرت البيجي فور هيعمل عدد اكبر يعني ممكن كمان تصغروه عن كده لان هو لسه هيكبر في الفرن هو هنا هو في الفرن على الرفل في النص زي ما قلتلكم بياخد حوالي ربع ساعة على اعلى درجة حرارة وده شوية الفاضلين في تالت صنية هشكلهم برضو وهوريكو دلوقتي بقى شكله لما هيطلع من الفرن وهفتح لكو البيجي فور وتشوفوا شكله من الداخل تسويته مظبوطة وناعم وهش وناشف وجميل وطبعا الارفة مع القهوة عاملين شغل عالي فيه طبعا لو مش عايزين ارفة وقهوة زي ما قلتلكم بتستبدلوه بالفانيليا يفضل لو اطفال ما نحطش طبعا قهوة ده شكله لما طلع من الفرن وانا سيحت شوكولاتة بيضة طبعا ده اختياري بس انا محبا ازين فحطت شوكولاتة بيضة كده في كيس في كيس حلواني بعد ما سيحتهم في المايكرويف او سيحيهم يعني على بخار مية طبعا هي الكطع 27 صعر يعني هتكلي اتنين مثلا بعد الوقت الرئيسية تحلي بيها كفاية او تفطري باتنين معا كوباية قهوة الصبح يعني حاجة جميلة شايفين شكله بيفرق جدا نقطة الشوكولاتة البيضة طبعا فرقة في المنظر نقطة واحدة كفاية يعني تزين مهم برضو انا مش حابة ان انا اقولكو طيب ننزقهم في بعض ونحط مربا ولا مربا دايت لا انا يعني كفاية واحدة كده وعليها نقطة شوكولاتة عشان ايه تحسوا ان انتو كالتو كذا واحدة يعني لما تاكلوا واحدة لوحدها مش اتنين ملزوقين في بعض تاكلوا مثلا اتنين مفردين هتحسوا ان انتو كالتو بدي فور كتير مع كوباية القهوة يعني مفيش احلى من كده عالصبح يعني في الفطار انا عامله قلت ان شاء الله الصبح هقوم افطار بيه مع القهوة شايفين هفتح لكو دلوقتي اللي بدي فور تشوفوا شكله بقى من جوا انا هنا شكلت الكمية كلها هو طبعا فيه تاكل من غير شوكولاتة لما بيبقى لصلاة من الفرن وكله بقى بيدوق فهم كده نقصوا يعني هما كانوا اكتر من كده طبعا بالهنة والشفة على الاولية هفتح لكم بقى دلوقتي البيدي فور تشوفوا شكله من جوا يعجبكم جدا والمقادير كلها هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة تاخدوها سكرينشوت عايز الايك بقى يا بنات للفيديو لان البيدي فور ده يعجبكم جدا والطريقة دي هتعتمدوها ان شاء الله وعايز ادعواتكم بقى الحلوة وعايز الايك طبعا وشير لصحابكم الدعم يا بنات ان انتو تشيروا الفيديو لصحابكم وحبابكم وشجعوني كده ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر دلوقتي بقى هفتح لكم زي ما قلتلكم تشوفوها بصونا شفا هي ما شاء الله ومن جوا مفرغة وهشة جدا شايفين الجميل والله يعني صراحة بديفور ده رائع رائع مش هتلاقوا مقادير مظبوطة زي دي خالص في اي مكان وهفرقها لكم بقى كمان عشان تشوفوا بقى هي مستوية من جوا زي مش معجنة مش طرية نعمة جدا شايفين الجميل شايفين بيدوب بيدوب دوب والله كده اتمنى الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه وما تبخلوش علي باللايك والشير والسبسكرايب واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة